بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجّخ خطابي هذا إلى أهلنا في قطر أسألكم بالله هل يرضيكم طلب دولتنا لتدويل الحج والسعي فيه بالسر مع منظمات الخزي والعار هل هذا من الإسلام أو العروبة التي ندعيها في الجزيرة وفي الربيع العربي الذي يدمر العرب ويتم الأطفال وهتك الأعراض وخرب الديار ومن ادعى غير ذلك بحجة هين الدليل أن قطر تريد تدويل الحج فالرد واضح لماذا لم تبادر قطر والجزيرة وحكومتنا وأبواق الحكومة بالدفاع عن الحرمين ضد من يريد تدويل الحج ما يخفى عليكم ما تفعله قناة الجزيرة ومحاولتها لإشعال الفتنة ونار الحرب بين المسلمين وفعلت ذلك والنار إلى الآن لا زالت تشتعل بسبب الجزيرة في بعض من دول المنطقة وليس بصحيح ما يدور عند البعض أن ما تفعله الجزيرة اليوم هو دفاع بعد الهجوم التي تعرضت له دولة قطر فهذا كان ديدنها وتوجهها من قبل عشرين سنة وقبل الأزمة ولكن بعد تعرية الدول المقاطعة لها فأصبحت مؤامراتها على العلن بعد ما كانت في الخفاء هل يرضيكم مطالبة دولتنا بتدويل الحج ويصبح الكافر والمنافق والزنديق والعلماني واللاديني يشرفون على شعائر الله وسؤالي هذا من باب توعية العقول المضللة فقط والحرمين لها بإذن الله من يحميها بعد الله وأين حرية الرأي ما فيكم من يقول كلمة الحق والحمد لله اللي كشفت لنا الأيام نوايا الأخوان والفرس المسيطرين على قرارات حكومتنا وهو تقسيم المملكة ودول المنطقة والخليج وتدويل الحج وتسليم مكة للترك ومدامها وصلت لهذا الحد والدعوة لتدويل الحج فهذا عدوان على الدين والمسلمين ترجمة نانسي قنقر